بروتوكول تعيون جديد يتم التحضير له ليوقع بين لبنان وسريلانكا بعد حوالي شهر وبالتالي يتم من خلاله تحسين شروط التوظيف والعمل لخدمات المنازل والعمال الأتين من جزيرة سريلانكا وزير العمل السريلانكي ديلان بيريرا أكد لنظير لبناني سليم جريساتي على عدم اتخاذ حكومته أي قرار لمنع العمال السريلانكيين من القدوم إلى لبنان وبالتالي لن يشمل الحظر الذي تبع قرار إعدام عاملة سريلانكية في المملكة السعودية الأتين إلى لبنان ولكن هذه الحادثة شعلت من الضروري تحسين شروط العمال مستوى الأول رفع السن من 21 إلى 23 سنة ما يفيد بأن تلك العاملات لهن خبر أكبر اثنين تحسين ظروف التواصل اللغوي حيث يتم تدريبهم في سريلانكا على بدايات إذا بدك اللغة العربية واللغة الإنجليزية وبالتالي إذا أجوا لهن وقدروا تواصلوا مع أصحاب العمل بعتقد أنه منخلق ظروف أفضل لما يسمى العمل اللائق يؤكد الوزير الجريساتي أنه يقوم أيضا بالتحضير لمدونة سلوك أخلاقية بين مكاتب الاستخدام والسفرات والقنصليات المعنية بموضوع الخدم الهدف من مدونة السلوك الأخلاقية الدلالي على أولا ما كامل الخلل ومن ثم كيف يتم تأمين العمل اللائق الأجر اللائق وبالتالي المعاملة اللائقة تفاديا ما يسمى المس بحوق الإنسان والإنسان العامل تحديدا وزير العمل يضيف أنها تتم اليوم ملاحقة فورية للمسيئين للعمل الأجاني بفور تبلغ وزارة العمل مجرد إخبار على الخط الساخن ويبقى أن مسؤولية إصدار الأحكام على المعتدين تقع على عاطق السلطات القضائية وهذا ليس من اختصاص وزارة العمل إلا أنه بإمكانها إقفال مكاتب الاستخدام التي لا تحترم القوانين